السلام عليكم ناس الخير خوتي اخوتي انتم على قناة جليلا شنال الحياة بفرنسا تحية للناس الخير فيما تشوفونا وفيما تتابعو الفيديوهات دينا وتحية لكم وشكرا لكم لكل من يدعم المحتوى لك تكون فيه استفادة الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيه مجموعة ديالاخبار اللي غادي يستفدو منها وكذلك غادي ادرج موضوع بالنسبة انك تستفدو بلا كارت فامي نوبروز وغادي نقول لكم بخصوص هاد الامر هذا نبدأ معاكم بالعناوين باشتعرفوا اشنو هي التفاصيل اللي غادي تشوفوها في الفيديو غادي نشوفو بخصوص تخفيض الايجار ولا الايجار تخفيض الايجار التضامني بنسبة للناس اللي عندهم لاشالام ساكونين في لاشالام وكي يعني وعندهم الاستفادة ديال غادي نشوفو هاد الموضوع كذلك غادي نشوفو كل ما سيتم اعادة تقييمه من المساعدات الاجتماعية سواء عن طريق لاكا فلا اماسا ما هي هاد مساعدات ومتى وكذلك غادي نشوفو بالنسبة للاخبار كذلك على اساس انه مدونة الاسرة المغربية بطبيعة الحال هاد جزئي هاد فقط تخص المغربة ولكن الاخبار الاخرى اللي هنا بفرنسا تخص جميع الناس اللي مهاجرين وساكن هنا بفرنسا مدونة الاسرة بالمغرب في اتجاه انها غادي تدير قوانين جديدة لتخص الازواج ومنك نقول ازواج يعني زوج زوجة اسرة سواء يعني في مؤسسة الزواج ولا حتى ما بعد الطالق طبيعة الحال كان هناك بعض الامور اللي ربما تقدر انها تخوف الرجال وانهم ما يقدروش ولا ما يبغوش يبقى وانهم يتزوجوا كذلك غادي نشوفو على انه ارتفاع عدد ضحايا التنمر نعم خصوصا الاطفال وهناك اطفال يعانون في صمت والحكومة الفرنسية باغية انها باش تدير واحد البرنامج باش انه ربما لمكافحة هاد ظاهرة التنمر اللي ورلات بكترة نبدأ معاكم الفيديو بعد هاد الفاصل نبدأ معاكم الفيديو بكل ما سيتم تقييمه ولا اعادة ريفالوريزازيون ديالو بمستوى ولا بقيمة 4.6% نعم نبدأ معاكم كل من الـ RSA واللي هى Wonder Solidarity Active كل من الـvanash واللي هى Allocation Adult Endicappd كل من كل من الـ��er واللي هى Allocation Equivalent Retrait وكل كدلك من الـASPA واللي هى Allocation Solidarity هذه المساعدات التي تتعطي من طرف الامسا وكذلك من طرف اللاكاف سيتم إعادة تقييمها بربعة في المئة متى ابتداء من أفريل من هذه السنة لكن هنا أفتح القوس وأعيد التكلم فقط وبعجال على الأه والتي هي Allocation adult handicapé كيف قلت لكم في الفيديو سابق أنه يكون الإستقلالية في الاستفادة منها بنسبة للأشخاص اللي عندهم الAAH ابتداء من أكتبر ولكن باش نزيد نذكركم أنه سيكون فاش تشيوها في 6 نوفمبر يعني فاش يكون لفرسمن في 6 نوفمبر ما سيكون الإستقلالية تامة ولكن يتم تفعيل هذا القانون هذا ابتداء من شهر أكتوبر بخصوص هذا الأمر وكذلك حتى الAAH فاش غالي يوصل أفريل مع المساعدة كاملة اللي ذكرتهم يتم كذلك إعادة تقييمها باش يكون واحد زيادة فيها كين واحد زيادة كذلك دي الخمسة فاصلة ستة بالمئة واللي تكون ابتداء من جنفية الفين واربا وعشرين واللي كاتخص باش أنني ما نغلطش نقول لكم شكون كاتخص كاتخص لابتداء واللي يكون خمسة بي فخمسة فاصلة ستة بالمئة ويكون ابتداء من جنفية الفين واربا وعشرين دا بمشي معاكم للجزئية على أنه يقدر يكون هناك ما يسمى واحد تخفيض للإيجار تداموني سبتها تخفيض للإيجار تداموني واللي هي كاتخص الناس اللي ساكون في الأشلام الأشخاص اللي كذلك عندهم الأبيان واللي كيكون الدخل لهم هش جدا كيف تتم العملية؟ العملية تتم لا كاف وما بين لبايوخ يعني لا كاف واللي ركو كان كارين عليه بذلك تقدروا أنكو تشوفوا واش لولوي ديالكم يعني هي عملية إجبارية خاصة هتكون بخصوص النسل عندهم الدخل هش جدا وهذا الأمر هذا تم بقانون 2018 يعني بدأ تفعيل هذا الأمر هذا بقانون 2018 يعني تقدروا أنكو تعارفوا واش من خلال الدخل ديالكم طابعة الحال ومن خلال لا كاف اللي هي كتقوم بالعملية مباشرة مع اللي بايوخ ديالكم واش عندكم ما يسمى هذا التخفيض فيما يسمى تخفيض الإيجار التداموني ما بغدش أنني نسألكم شي حاجة نعم بخصوص هذا الأمر هذا كي يبدأ من أكتوبر حتى الـ 31 ديسمبر نعم بابا غدي نمشي معكم بخصوص ارتفاع عدد ضحايا التنمر هذا الأمر غدي نهضر عليه بعجالة لأنني ديج أدرجته في خبار سابق على أنه ارتفاع يعني هاد الظاهرة ديالتنمر وشكون لأنه كيتضرر من كيتضرر منها كثير من الأطفال وكان أطفال كتر اللي كيعانون في الصمت الحكومة الفرنسية ومين أقوله كنقول الحكومة الفرنسية يعني وزير التربية والتعليم اللي هو قابريا الأطال وكذلك رئيسة الحكومة الفرنسية اللي هي إليزابات بوغن بغين يديروا واحد البرنامج هذا البرنامج هذا قالوا ربما نقدروا أننا يعني به نكافحوا هاد يعني هاد الظاهرة ديال نتع التنمر أشنو بغاو يديروا قالوا ربما خاصنا أننا نديروا ما يسمى بحصة استوعوية ولا دروس استوعوية كي يكونوا في الفصل ما يسمى بالفرنسية كي نقولوا لونباتي يعني يكون تعاطف يوعيو الناس يقول لهم بلاركو كات أدئيو أنك فاشقوا بهالتنمر راه كين ناس اللي كانت متاحر كين ناس اللي كانت القساء أمراض نفسية كين هاد الشي بغوا يديروا حمالة تحسيسية كذلك قالوا على أساس أنه ربما غادي يخدموا ناس اللي كيتسمى دي بغيقاد اللي كيكونوا خصوصين باش يراقبوا هاد الشي في المدارس وكذلك قالوا كين الأرقام كذلك اللي قدر الواحد أنه ما ييزيتش وأنه يتصل بهم اللي هم ثلاثين عشرين ثلاثين طمانتاش كيف كتشوفوهم مع العلم أنهم بغين يخليوا اليوم ديال سعى نومبر يكون هو يوم من أجل مكافحة التنمر بـ دابا مشي معاكم بالنسبة لكاخت فامي نانبروس وومشي معاكم الخبر الأخير ديال المدوانة الأسرة اللي غادي يكون فيها الجديد في طبيعة الحال بالنسبة لكاخت فامي نانبروس واللي كنتوا طلبتوني عليها بغيت نقول لكم على أنه كاخت فامي نانبروس تقدرو أنكو تطلبوها غادي نشرح لكم ونقول لكم منين كيفية كارت توصلوا بيها بالنسبة لهات كاخت فامي نانبروس يعني هي واحدة الكاخت اللي يقدروا يستافدوا منها نقولوا حنا يا الأسرة الكبيرة بمعنى الأسرة الكبيرة أولا الشرط يكون عندك ثلاثة ديال الوليدات يعني وما فوق يعني ابتداء من ثلاثة ديال الوليدات باش كتسموا فامين أبغوز بالنسبة لهذا الكارت هذي تستافدوا منها فاش تبغيوا أنكوا تسافروا تاخدوا القطار ولا كذلك فاش أنكوا تاخدوا المواصلات مثلا احنا نقول لا غاتبين المواصلات الطوباس ولا التران ولا التخام ولا الأغاء أغ سيب بخصوص هاد الاستفادة هدي كتكون على حسب عدد الأطفال عندك ثلاثة ديال الوليدات ثلاثين بالمئة خصم عندك أربعة ديال الوليدات أربعين بالمئة خمسة ديال الوليدات خمسين بالمئة ستة ديال الوليدات فما فوق خمسة أسبعين بالمئة فاش أنكوا تتقوموا بطالب هاد الكارت فامين أبغوز سوف يطلبوا منكم فقط تأدية ما تمنه 18 أورو ولكن هاد الكارت تبقى صالحة لكم لمدة ثلاث سنوات إلا الأسرة اللي عندها أكتر من خمسة أطفال تبقى لها صالحة لمدة ست سنوات كذلك تقدروا أنكوا تستفدوا منها في مجموعة في مجموعة ديال مثلا نقولوا المراكز ديال الوازيخ ولا المتاحف ولا كذلك الهتران ولا متاجر ولكن كيكونوا عندهم واحد شراكة مع هاد الأمر ويأت أن يكون لديها الكارت فامين أبغوز تقدروا أنكوا تسويوه مثلا سوف تسويوه في مجموعة السياة أو الكيابي أو الديكاتلون أو مثلا سوف تسويوه لا نعرف على المنطقة أو تسويو الأوشان هو راح كائن هذه المجموعة كامل اللي قلت لكم راح مكاينين يدرجونها في إطار يعني أنهم يقولون لكم واحد تخفيض إذا كانت عندكم هاد الكارت هاد الكارت أين يتيم طالبها؟ بحاليا تمت سهل الأمر تقدلوا أنكم تدخلوا لجوجل كتبوا كارت فامي نمبروس.غوف.fr وأنكم تعمروا بطبيعة الحال وأنه سوف يطلب منكم مجموعة الأوراق وأنكم سوف تسكنيوهم وعاد تثلوهم بطبيعة الحال وممامة توقف من هذا النهر الذي تدروا به الطالب سوف يخرج لكم واحد الورقة بلانه تقدرتوا الطالب وأنه سوف يحتاج لكم لكما يطلبوه منك انه واحد تدخل محدد بيقول لك اه بش تستفد منها نم، نم بوحتكال الدخل اللي كان عندك ستستفد من هاد الكارت نتاعك فقط أنه و هذه الورقة سوف يستطيع تزارها ولكن لا كارت ديالكم إذا بغيتوا أنها تتوصلوا بها ستتوصلوا بها في الدار من بيع ثلاثة الأسابيع من النهار اللي درتوا الطالب نظن أنني قلت لكم يعني جميع الحوايج اللي بغيت أنا نقولهم لكم بخصوص هذا الأمر ديال كارت فامينون بغز دا بغادي نمشي معكم بخصوص مدونات الأسرة بالنسبة لمالك المغرب سامجستي محمد الخان محمد السادس بلتو طلب من رئيس الحكومة على أساس أنه باش يكون تعديل في مدونات الأسرة كان عارفوا أنه فاش يكون الزواج وبطبيعة الحال كين كذلك إلا قدر الله تطلاق فاش كي يكون طلاق كي يكون مشاكل كثيرة 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 بخصوص النفقة بخصوص الأب هو نقوله الطالق يعني طالق الزوجة ولكن الأب الأولاد خصوه هو باش يوافق باش يولدت إلا بغاو يديره باسبور هنا فقط نحل واحد القوس كانت واحد المتابعة كانت كتتوصل معي في انستغرام ولكن هذه مين سنة كانت تعاني 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 كانت بغي أنها تخدم لباسبور لولدها لكن الطالق ديالها ما بغاش أنه يسني وكانت كتتمشي للقنسولية وهدرت حتى معا يعني اللي خدامي أنت ما كوش قولها ما نقدروش حيت خاص الأب ديال الطفل هو يسنيه يعني هذا واحد الأمر اللي قدر أنه ينديكابي لزنفون وأنه يكون مشاكل مع أنه هادوك الأوراق ديال الوليدات من الحق ديالهم مدونة الأسرة غادي تجي باش أنها غادي كيف نقولو حنا يتريقل هادو الأمور هادي باش أنه حتى فاش إذا يعني السيدة أو الأم بغا تخدم لوريقات لوليداتها ما تحتاش أنه باش الأب أنه يسنيه لولاده في حين أنه كان شوفو هادو الأمر هذا يعني خلق مشكلة يعني كالمشكل ديال نافقة غادي تم تعديل فيه كالمشكل ديال الزوجة فاش تتطلق وتخرج من الضار واش تخرجه لما تخرجه نعم إذا أنه الزوجة مثلا ما خرجتش من الضار وخاص الزوج هو يخرج من الضار هذا غادي يكون عودة كين واحد الحاجة اللي غادي تخومه في الناس باش أنهم يتزوجه يقولك لأنه دابا أنا مرانيش محمي وانمرأة محمية أنا دابا راني كان نهدر معاكم باختلاف العقول وباختلاف التفكير مشهد أنا اللي نقول يعني كان نحاول أن نقول لكم يعني بالنسبة لهذه المدونة هذه اللي را غادي تكون هي غادي تكون في صالح المرأة والأطفال ولكن ربما خاص يتم استعمالها فعلا وخا تكون يعني الصالح ديال المرأة والأطفال يتم استعمالها مع كلمات وصطرع لها أنه يتقى الله يعني هي خصى تتقى الله وهو خصو يتقى الله يعني ما يكونش واحد أنه يقول صايا راح هاد المدونة جاير الصالح ديالي صايا أنا يا ندير اللي بغيت هاد المدونة كذلك غادي تكون تخص كيف قلت لكم النفقة تقسيم الممتلاكات نعم حتى تقسيم الممتلاكات كذلك بخصوص يعني غادي يكون تغيير يعني هاداك الشي اللي كنا نعارفه من قبل غادي دا بيتبدل بخصوص النفقة كيف قلت لكم بخصوص أنه المرأة واش تخرج من الدار ولا ما تخرج بخصوص أنه الوليدات يسني لهم لأب باش يخدموا الوريقات أنه الزوجة اللي بغت ترفضوا لأدها وتسافر بدون موافقات لأب بزافت الحويجات اللي غادي يتبدله بطبيعة الحال فاش أنه سامجيستي محمد السادس طلب من الحكومة غادي يعني يديروا هات التغيير في مدوانة وغادي يرسلوها له باش هو يشرف ويشوف بطبيعة الحال هاد المدوانة هادي فقط بغيت أنكو باش تكونوا عارفين بهذا الأمر أنا اللي بغيت أنني نقول لكم حيث أنه باش تكون واحد المدوانة غادي يفوح تسير وغادي يفوح تطريق ويعني وغادي من بعد تتغير تماما بطبيعة الحال هذا غادي يخلق جادل وغادي يخلق خوف وغادي يخلق كيف قلت لكم وغادي الناس اللي غادي يكونوا خايفين يقول لك أنا يا ما نقدرش نزوج ولا أنا خايف نزوج كانوا هما هاده هما أخبر اليوم تمنى أنكو تكونوا استفتو تكونوا تابعتو معنا لفيديو حتى الآخير شكرا لكم ناس الخير ما تنسوناش بالدعم ديالكم بلايك ديالكم لفيديو وشكرا لكم شوفكم شاء الله في فيديو قادم مع السلامة